تنفيذ مخطط عمل قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في مصغانب المتعلق بمحارب ظايرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر وعلى إثر خطة محكمة تمكن أفراد وحدات الكاتبة الإقليمية للدرك الوطني في عمل استباقي من إحباط ثلاث رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر تم على إثرها توقيف 19 شخص من بينهم 12 مستبه فيهم كمدبرين مع حج 2 قوارب مطاطية 2 محركات مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 20.600 دينار جزائري مبلغ مالي بالعملة الأجنبة يقدر بـ 700 أورو 6 صفائح بنزين 11 سطرة نجد 12 هاتف نقال سوف يتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من التحقيق قيادة الدرك الوطني تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 10.55 وكذا موقع الشكاوي المسبقة في PGN.D.N.D.Z طيلة 24 ساعة إلى 24 ساعة لتقديم شكواهم أو التقدم نحو أقرب بحدة للدرك الوطني التبليغ عن أي جريمة وكذا الرقم 103 للتبليغ عن الاختطاق